شون استعداداتك الانتخابات المحلية المقبلة كتيار الحكمة هل مرة عادي أنفسكم بشكل؟ كما تعرفون قرار الإطار التنسيقي أن قوى الإطار تنزل بأكثر من قائمة بقوائم متعددة لأن هذا القانون يساعد على مثل هذا التعدد والتنوع فنحن نزلنا بقائمة قوى الدولة الوطنية مع أخينا دكتور العبادي وعدد من الحلفاء الآخرين ولدينا مرشحين في كل المحافظات التي نتنافس بها وبفضل الله بشهادة شركائنا الآخرين منافسين في هذه العملية يشهدون بأن قوائم قوى الدولة في القوة والوزانة والشخصيات التي تم اختيارهم وسعة التمثيل من مختلف العشائر والقبائل والمحافظات والمناطق المحافظة هي من القوائم القوية والفاعلة والقرار يبقى لشعبنا فيما يصوتون نتمنى أن تكون نتائج بالشكل الذي ترضي شعبنا وتكون مناسبة لتاريخ الحكمة والقوى الحليفة معها تعتقد هناك مفاجآت قد تسبق الانتخابات سواء أقليمية لها انعكاسات على الداخل العراقي أو داخلية ينتجها المشهد السياسي هل هناك ما يقلق فعلا تفكر به؟ تقديري أن الانتخابات ماضية في موعدها المحدد بإذن الله تعالى والأمور كلها انتظمت بهذا الاتجاه هذا لا يمنع أن شعبنا شعب حي وفيه حراك جعين على تشرين ممكن بعض الشباب في تشرين يحبون يستذكرون الذكرى السنوية تفاصيل أخرى قد تصير لكن هذه كلها تستوعبها الديمقراطية العراقية واقعنا السياسي والاجتماع العراقي لكنها لا أعتقد أنها ستؤثر على المسار الانتخابي وتوقيت الانتخابات ترجمة نانسي قنقر